السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا لا يوم الأحد 21 نيسان إبريل القمر اليوم أو الآن موجود في برج العذراء لغاية الساعة 3.8 دقائق صباح اليوم الأحد وبعدها بده ينتقل لبرج الميزان ورح يظل في برج الميزان لغاية الساعة 3.19 دقيقة من عصر يوم الثلاثة القمر الآن بما أنه موجود في برج العذراء معناته ما زال موجود في منزلة السماك الأعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح أو رح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 3.8 دقائق من فجر اليوم أو صباح اليوم الأحد بتوقيت غرينتش لا ينتقل القمر بعدها على منزلة الغفر وهي منزلة للكنوز والضفر والمنع والتفريق والمشاكل والنفي والقمر بما أنه موجود في برج العذراء معناته منظل على طبيعتنا الجادة لغاية ساعات الصباح ومنولي المزيد من الاهتمام لصحتنا وبرضو ممكن نحافظ على وزننا نذهب للعمل بحيوية منركز على جميع التفاصيل ومندقيق بكل شيء ومنكون منظمين جدا والناس عادة بهاي الفترة ما بقدموا لا دعمالي ولا عاطفي لأنه شوي العنصر العملي هو اللي بيكون مسيطرة على حياتنا أكثر بدكوا تحذروا برضو من الوهم والوسواس وهي أفضل فترة للتخلص من عداد سيئة زي التدخين أو شرب الكحوليات أو المهدئات أو المخدرات وبرضو بإمكانك الحصول على حيوان أليف أو قراءة كتاب مفيد أو البدء بعمل جديد وبإمكانك تعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل والمراجعات والفحصات الطبية أيضا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين نبتون هذه الزاوية رح تكون الساعة 12 و19 دقيقة بعد منتصف الليل اللي هي ليل السبت على الأحد بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بعد هذه الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار للقمر اللي هو الخلو السلبي بيبدأ الساعة 12 و19 دقيقة بعد منتصف الليل وبيستمر لغاية الساعة 3 و8 دقائق صباحا هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراشي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار أما بالنسبة للزاوية اللي رح تكون موجودة أو رح تتشكل ذروتها الساعة تقريبا 20 و26 دقيقة فجرا هي زاوية الاقتران السلبية اللي بين المشتري وبين أورانوس هاي الزاوية لها تقريبا بحدود الشهر تقريبا متشكلة ورح تستمر تقريب يعني منحكي أسبوعين بتخلق ظروف غير عادية بتدفعنا لنفقات ومبالغ هائلة بالفترة هاي بيكون علينا مصاريف ودفعات والتزامات مالية وما بنعرف ندبر حالنا من وين يعني ضغط مالي ممكن برضو يكون فيه نوع من أنواع الفراق اللي ممكن نندم عليه وهذا وقت غير مناسب لشراء سيارة أو آل كهربائية أو إلكترونية وخصوصا أيضا هاي الزاوية اجت مع تراجع وطارد فإذا هذا الأمر ما مننصح فيه وبتكون تتجنبوا المضاربات المالية لأنه ممكن يعني يصير بعض المشاكل بشكل مفاجئ علينا مراقبة الكبد المرارة الشرايين البنكرياس والفخد لأنه بتكون بالفترة هاي هي نقطة الضعف أما دوليا فهاي الزاوية بتدل على تغييرات اقتصادية مفاجئة فبتتراجع مدخيل المؤسسات المالية وبتحدث اضطرابات في التجارة الخارجية بسبب مشاكل مع علاقة بالتصدير والاستيراد أو اللغاء بعض الصفقات وقد تسن بعض القوانين اللي بتحد من الحريات الاقتصادية والحريات العامة ولابد من تعرض البلاد لبعض الحوادث الطبيعية كالعواصف زلازل هاي طبعا بتكون في بعض الدول الواقعة على خط الزلازل أو سقوط طائرات أو خروج القطار عن سكة حديد أو الشيء له علاقة بالأمور التجارية خطوط التجارية تحديدا أو حركات نقابية وإضرابات ومقاطعات ممكن تتخلى لها أحداث شغب أو اغتيال أحد رجال الدين أو وفاته بصورة مفاجئة أو مشاكل داخلية في أحزاب اليمين وممكن ينشأ عنها انقسام الساعة ثلاثة وثمان دقائق صباحا بتوقيت جرينيشل قمر خلص بنتقل بيستقر في برج الميزان وهذا هو أفضل وقت عاطفي لتقوية الرابط العاطفية لعلاقة مع الحبيب أو لتحسين العلاقة الزوجية اللي شهدت بعض التوتر في الفترة الماضية محنا نشطين أكثر اجتماعيا من ملة الاسترخاء والتأمل وبيكون الحب والرومانسية واضحين بين العشاق ولكن ممكن الغيرة انها تلعب دور في علاقة جديدة أو علاقة معني فيها بعض التوتر خلال هاي الفترة ننجح في أعمالنا الفنية ويمكن تنفيذ مشروع مشترك يمكن أيضا إقامة حفلة أو عادة ترتيب وتزيين أو ديكور المنزل أو المكتب أو شراء شيء جميل ومميز أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة سبعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة لمشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة وتمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وتدفعنا للإبداع أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي أيضا زاوية بطيئة وزاوية خطيرة أيضا هي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين بلوتو أي زاوية رح تكون الساعة خمسة ودقيقة بعد العصر ذروتها طبعا إلها بتأثر تقريبا السبع أيام ورح تستمر سبع أيام قادمة بتعزز التسلط عند البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين أما دوليا فهي بالدل على وجود مؤامرات ضد حكومة سواء حكومة ما طبعا سواء داخلية أو خارجية وقيام الحكومة بالتعبئة ضد بعض الجماعات الإرهابية اللي بتحاول زعزعة الأمن والاستقرار ممكن إنها تور أعمال عنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن مع احتمال وقوع حوادث كالحرائق والظواهر الطبيعية كالزلازل والبراكين أو التعرية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم طبعا من الآن وحتى ساعة الصباح عندنا البنكرياس الأمعاء الدقيقة الأعور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين أما من ساعات الصباح وما بعد أو من ساعات الفجر وما بعد بصير عندنا الكلاب والحالب المثانة البولية الأوردة الجلد كعضل اللمس البنكرياس الأنسولين أسفل الظهر والزايد الدودية هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية وإذا شعرنا بشيء غير اعتيادي لازم نراجع الطبيب فورا بما أنه رح نتكلم عن العمليات الجراحية فطبعا الآن بدأت مراحل الاكتمال الكامل للقمر فعشان هيك عادة إحنا منقول أنه ما مننصح بالعمليات الجراحية بهاي الفترة لأنه بتكون تدفق الدم عالي والنزف احتماليته عالي جدا فما مننصح بالعمليات الجراحية إلا إذا كانت اضطرارية وأيضا هاي الفترة غير مناسب العمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي ولكنه لا يصلح للصبغ يصلح للحنة ولا يصلح للقص العلاجي ولكنها بما أنها فترة اكتمال القمر معناته هاي أيام مناسبة فيها الحجامة للي بيرغبوا للقيام بالحجامة فهاي فترة ممتازة بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الميزان خلو المسار القادم بيبدأ الساعة 11 و23 دقيقة مساء يوم الاثنين وبيستمر حتى عصر يوم الثلاثاء لا يستقر القمر بعديها يعني في برج العقرب بنتهي خلو المسار الساعة 3 و19 دقيقة عصرا أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره 13 يوم في تمام ساعة 2 و3 دقائق بعد الظهر بنبلش باليوم الـ 14 نسبة الإضاءة 96% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم 25 سعيد الآن بنسبة 15% ورح يكمل طيلة اليوم بنفس نسبة السعادة القمر في العذراء وفي ساعات الصباح رح ينتقل الميزان ورح يظل في الميزان حتى يوم 23 أربعة سعيد الآن بنسبة 15% ساعة الفجر منتحس بنسبة 40% ساعة الصباح منتحس بنسبة 10% أما ساعة العصر منتحس بنسبة 40% ساعة المساء منتحس بنسبة 10% عطارد في الحمل بيت راجع حتى يوم 25 أربعة سعيد بنسبة 30% الزهرة في الحمل حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% المريخ في الحوت حتى يوم 34 منتحس بنسبة 40% المشتري في الثاور حتى يوم 25 خمسة منتحس بنسبة 25% زحل في الحوت حتى يوم 29 ستة سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثاور حتى يوم 29 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 27 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 25 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بيتراكم العمل أكثر من المعتاد وممكن أنك تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من آمالكم أهم شيء أن تنتبهوا لآمالكم وأيضا تنتبهوا لصحتكم من ساعات الصباح وما بعد بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ممكن تتعقدوا الأمور أو تطرأ بعض البلبلة علجوا الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاضروا القطيعة والدعاوى القضائية قصمكم بالفترة هاي بكون قوي والعرقيل طبعا بتستفزك بشكل كبير عشان هيك بدك تضبط عصابك لأن القمر الآن مقابلك تماما فهذا الشيء بيضعف من طاقتك وبيخليك عصبي برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بظل رغبتكم قوية في التقرب من أحباكم وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم بهم بظل في نوع من أنواع الطاقة والحيوية ولكن حاول إنك ما تفرض سلطتك أو رأيك على أحباك أما من ساعات الصباح وما بعد بيبدأ العمل بتراكم لديكم بدكوا تنتبهوا لصحتكم ابتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي ولكن برضو بتكوا تحاذروا من المشاكل الصحية برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بظل التركيز على الأمور البيتية والعائلية فممكن تنشغلوا في تنظيم أموركم فبغسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ممكن تشعروا ببعض الحزن أو التعب أو تبحث عن ملاذ آمن أما من ساعات الصباح وما بعد فبتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات لطف الأجواء وأعد العلاقات لطبيعتها اليوم بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل المسائل العالقة أو المسائل اللي كانت مستحيلة بالفترة الماضية يعني فترة إيجابية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء تنقلكم خوفا من الحوادث أو من المخالفات أيضا وأثناء حركتكم خوفا من الإصابات وحاولوا أنكم ما تدخلوا لا في نقاش ولا في حوار حاد لأنه ما الأجواء ضاغطة خلوم مسار الآن بده يبدأ معناته الاستفزازات عالية جدا رغم أنه بظل في نشاط بالاتصالات والحوارات ولكن بتكونوا حذرين من ساعات الصباح بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية وبوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة جنبوا توبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية واجهوا الأمر الواقع بمنطق وحاولوا إيجاد تسويات تحمي حقوقكم ولا تفرض رأيك هذه فترة يعني تقريبا كل التركيز رح يكون على البيت والعائلة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتكونوا تخففوه من النفقات قدر المستطاع حاولوا أنكم تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وتحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع من الآن وحتى ساعة الصباح وحاولوا أنه ما تناقشوا أمور مالية لأنه ممكن تتسرعوا في الاستثمارات أو بالقرارات المالية من ساعات الصباح بتنشطوه بالسفر والاتصالات وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتكثر النشاطات على حسب شو تخصصك أو على حسب أنت إيش بتشتغل وبتكون لك لقاءة عديدة وباستطعتك الدفاع عن حقك والتعبير بهوضوح وصراحة عن مواقفك أهم شيء أنك ما تتردد بالتحرك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً بتشعروا بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور بتكونوا مميزين بأداءكم هاي فترة واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة يعني فيه إشي جديد رح يدخل حياتك من خلال هذا اليوم من ساعات الصباح طبعاً بتعيدوا ضبط ميزانيتكم ممكن تحصلوا اليوم على بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات دعم أهم شيء أنه شوي بدك تكون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لبعض الفواتير أو اترتب بعض الالتزامات برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً الضغط موجود لأنه القمر موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات الصباح فعشان هيك هذا التعب والضغط النفسي والصحي اللي بتشعر فيه كل ما اقتربنا لساعات الصباح بتشعر أنه بدأ يقل تدريجياً من ساعات الصباح حونة يعني بترجع وطيرتك للنشاط العالي بيطرأ تغيير للأفضل على صحتك بتستعيد حماستك بتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك وبتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من طلقاء ذاتها لصالحك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا لأصدقاء منكم أشخاص ممكن يكون في عندهم لقاء مع بعض الأصدقاء أو اتصال أو لقاء اجتماعي من الآن وحتى ساعة الصباح حاولوا قدر الإمكان ما تتخذوا أي قرارات وبرضو ما يصير مواجهات أو عصبية ضبط العصاب مطلوب لأن القمر بيقترب من بيت المتاعب طبعاً في ساعات الصباح بدكوا تنتبهوا أكثر لصحتكم لأن القمر خلاص بوصل لبيت المتاعب فلا توقعوا على عقد وما تبدأوا أي عمل جديد لأنها أي فترة فارغة من الحظ حللوا الأمور بهدوء وابتعدوا عن الأضواء وما تقرروا على شيء عشان ما تغيب أمالكم وحاذروا من البلبل والالتباسات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً بغسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل أهم شيء أنك تحمي سمعتك حاول أنك ما تجازف وما تغامر لغاية ساعات الصباح ما في داعي للمغامرات ولا للتهور أما من ساعات الصباح فممكن تلتقوا الأصدقاء خلال هذا اليوم بادروا لملاقات الآخرين اليوم نشاط اجتماعي فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد من لقاء بعض الأصدقاء بيطمئن بالك لأنه ممكن تجد حليف يدعم تصوراتك أهم مش أنك ما تستسلم بل كرر المحاولات برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعاً بظل النشاط بالاتصالات والحوارات والدراسة أيضاً بعضكم ممكن يكون عنده السفر أهمش أنه تكونوا أكثر وعياً على الطرقات تنتبهوا أثناء قيادة السيارة بين المدن أو بالشوارع المفتوحة تفقدوا أمتعتكم وأوراقكم إذا عندكم سفر فيه اندفاع وفيه حماسب يتركوا أجمل الانطباعات عنك لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ممكن تخضع على عدة تجارب مهمة أهمش أنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك وحاول أنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا التركيز رح يظل على الأمور المالية المشتركة لغاية ساعات الصباح ممكن تهتم بأمور العلاقة بالفوتير أو بنك ضريبة تأمين ممكن أمور تتعلق بميراث مثلا أو الطالب بحقوق لا إلك أو يكون عليك بعض الفوتير والالتزامات أو مطالبات من مال الزوج هاي كلها اسمها أموال مشتركة في ساعات الصباح طبعا الأجواء بتتغير بشكل إيجابي عالي جدا فبتنشغلوا باتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو ممكن يكون فيه سفر أو مقابلة أو اجتياز امتحان فترة ممتازة لهذه الأمور برضو ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة عندك قدرة على النقاش والحوار وممكن تتجرأ على رفض أي شيء ما بناسبك أهم مش إنك ما تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاكم سواء بالعمل أو بالعاطفة بظل القمر يعني موجود مقابلكم لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم وحاول إنك تضبط عصابك حافظ على هدوءك الكامل في ضغط عالي جدا ما بينفعك سوى ضبط النفس أما من ساعات الصباح وما بعد بتنهمك في إعادة تنظيم أموركم المالية ممكن يكون في بعض الأمور الصحية ولكن ما تهملوها ما يعملوا بعض المراجعات يعني الأجواء رح تصبح أكثر إيجابية وتجاوبا معكم من ساعة الصباح ممكن بتلاقي أعمالك صدى طيب أهمش إنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذار ممكن تهتم ببعض الأمور القديمة أو أمور إلها علاقة بالأموال المشتركة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء